السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الأحد 3 تشرين الثاني نوفمبر القمر اليوم موجود في برج العقرب لغاية الساعة 5 و19 دقيقة من صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينيتش لينتقل بعدها لبرج القوس ورح يظل موجود في برج القوس لغاية الساعة 3 و16 دقيقة عصر يوم الثلاثاء بتوقيت جرينيتش القمر الآن موجود في منزلة الشولة وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 41 دقيقة بعد ظهر اليوم الأحد لينتقل منزلة عائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق القمر بما أنه موجود في برج العقرب لغاية ساعات الصباح معناته من ظل ما منعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا بعلاقاتنا وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا إحنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي لأنه ممكن ينفجروا عند أي انتقاد أو مواجهة أو أي كلمة في من حولهم يمكننا الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة الروايات أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم أو شراء منزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة 12 و19 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش يعني ساعات الفجر بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وتعرف أن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذا الصلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهو الوقت المناسب للراحة بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال الفنية والروحانية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ هذه زاوية رح تكون الساعة 34 و39 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وأيضا هذا الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهذه الزاوية رح تكون قبل خلو المسار الساعة 54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب وروحانية عالية وبتدفعنا للإبداع بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة 54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بينتهي الساعة 5 و19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراش ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 5 و19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش خلاص القمر بيكون انتقل واستقر في برج القوس عشان هيك من ساعات الصباح منشحر بالارتياح والسعادة والنشاط ومنلتقي بأناس أكثر سعادة منتعمق في شخصيتنا أكثر وبرضو بتعطينا نوع من أنواع التفاؤل والطاقة العالية وبيتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر إلى الإجازات لها ممارسة الرياضة للقروج في نزهات ويمكننا اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش أم نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبرضه بتعطينا ثقة بالنفس وبنتألق بفضل سهولة تعبيرنا بعد هاي الزاوية مباشرة في عنا زاوية بطيئة كنا ذكرناها أثناء وجود المريخ في برج السرطان حكينا أنه في آخر يوم في زاوية تقابل سلبية رح تكون بين المريخ وبين بلوتو هاي الزاوية طبعا اليوم ذروتها تأثيراتها إلها سبع أيام ومستمرة سبع أيام قادمة ذروتها اليوم الساعة داعش وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وتعد هاي الزاوية دلالة على مشاحنات وعنف وحرب ودمار على نحو واسع بيتلو هذا الاتصال بتولد لدينا اندفاعات مخالفة للصواب تدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام السائد والقوانين وكما انها بتعرق النجاح ومبادرات وعلاقات دوليا بتدل كذلك على انه هاي الفترة ممكن تشهد اضطرابات او اضطرابات للعمال اللي ممكن ترافقها اعمال شغب او حوادث عنف كما انها بتشهد هاي الفترة مقتل احد القادر الكبار او كبار الشخصيات في ظروف غامضة في دولة ما وازدياد حوادث العنف والاغتصاب والفضاح الجنسية وبالدل على حدوث انقلابات عسكرية او مؤامرات او عمليات تخريبية او ارهابية وتفجيرات وحرائق وكذلك بعض الحوادث الطبيعية كالزلازل وحرائق الغابات وما ننسى انه هاي زاوية بتيجي تاثيراتها مع مراحل انتقال المريخ من السرطان لبرج الاسد اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين الزهرة وبين المشتري هاي الزاوية راح تكون الساعة ثلاثة واربع وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت جرانيتش طبعا تاثيراتها برضو الها اسبوع ومستمر اسبوع قادم بتخلق لدينا رغبات غريبة وبتسببنا اضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصداقاتنا وبتدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا والافراط في الاكل وهذا الشيء ممكن يسببنا اضطرابات صحية برضو بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لاثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك دوليا بتدل على مشاكل مالية بتتعرض لها بعض المؤسسات المالية والبنكية في بلد ما بسبب البذخ في المصاريف والتبذير وسوء التدبير كما انه بيعرف الميزان التجاري في بعض الدول العجز التجاري الخارجي بسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات وعلى المستوى الفني بيتم تضيع كثير من الاموال في الدعاية للمنتجات ومع ذلك ما رح تلاقي الاستحسان المطلوب لدى الجماهير بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية من الآن وحتى ساعات الصباح عندنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحلي للغدد التناسلية المضايد لبرستاتا عظم العنى والجينات أما من ساعات الصباح وما بعد بتصير الأعضاء الأكثر حساسية عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية بالنسبة لباقي عضاء الجسم طبعا إذا مش بفترة خلو المسار طبعا ما فيه أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية لباقي عضاء الجسم أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكنه لا يصلح لإزالة الشعر الزاد بالليزر أو بالطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه استقر في برج القوس خلو المسار القادم بيكون يوم الثلاثاء بيبدأ خلو المسار ساعة عشر وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبينتهي الساعة ثلاثة وستعشر دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره يومين في تمام الساعة خمسة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنبدأ باليوم الثالث نسبة الإضاءة بتكون نهاية اليوم خمسة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم واحد وعشرين احداش سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في العقرب ورح ينتقل للقوس دا ما ذكرنا ورح يظل في القوس ليوم خمسة احداش سعيد الآن بنسبة خمسة وثمانين في المية ساعات العصر سعيد بنسبة ستين في المية ساعات المساء سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارد في القوس حتى يوم ستة وعشرين احداش سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الزهرة في القوس حتى يوم احداش احداش منتحس بنسبة ستين في المية المريخ في السرطان حتى يوم اربعة احداش سعيد بنسبة ستين في المية المشتري في الجوزاء بيتراجح حتى يوم أربعة اثنين منتحس بنسبة ستين في المية زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم خمسة عشر احداش منتحس بنسبة عشر في المية ورنس في الثور بيتراجح حتى يوم ثلاثين واحد منتحس بنسبة خمسة في المية نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم سبعة اثناش منتحس بنسبة عشر في المية وبلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيظل تركيز على تنظيم أموركم المالية المشتركة من الآن وحتى ساعات الصباح وبتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففوا من النفقات المتصاعدة وسارعوا في تهدئة الأجواء فترى مناسبة للإطلاع على أراء الغير أما من ساعات الصباح بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع اللقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب سفر أو تسويق أو نشر أو دراسات عليا وبتفرح لا انتصار أو لا رحلة أو لمشاركة ناجحة يعني بمعنى آخر تحرك على مختلف الأصعيد الأجواء جيدة حتى على المستوى العاطفي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيظل من الآن وحتى ساعات الصباح مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن فترة ضاغطة لأن القمر موجود مقابلك ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخلوا التعديل على نمط حياتكم ممكن تهتموا ببعض المسائل المالية اللي لها علاقة ببنك ضريبة تأمين متطلبات بميراث حقوق بيطمئن بالك وبتفرح لتطور ما فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج الجوزة من نسبة لموليد برج الجوزة أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم من الآن وحتى ساعات الصباح بكل طاقتكم لأن الطاقة هسا بتبلش تضعف شوي شوي كل ما اقتربنا لساعات الصباح ولكن ما تبالغوا في أشياء ممكن أنك ما تقدر تتممها فتضغط عن نفسك بزيادة وبدك تنتبه لغذائك وراحتك كون منظم أحسن إدارة أعمالك وحاذر من الجدال مع زملائك بالعمل وما تهمل صحتك أما من ساعات الصباح حون القمر بصير مقابلك تماما بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا أي كلام وما توجهوا أي ملاحظة لأن خصمكم قوي وما بيرحم بتحملك الأيام القادمة ارتباط مهم بدك تحافظ على هدوء أصابك وما تكون عدائي برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بدل رغبتكم قوي في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج أساريرك بتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط والتواصل مع الأحبة أما من ساعات الصباح وما بعد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم لا تهمدوا صحتكم حاذروا من التعب الصحي أو الجسد اللي ممكن أنه يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب فبتظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارية فهذا الشيء ممكن يخليك تشعر بالتوتر برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم من الآن وحتى ساعات الصباح وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن ممكن تقلق حول وضح عائلي أو منزلي أو تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم إش إنك ما تتهرب من المسئولية أما من ساعات الصباح وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم تفرحوا لإنفراج ملموس إبترتفع فرص النجاح بتشتد عزيمتكم وممكن تقوم بخطوة مباركة أو تتلقى إشارة إيجابية خلال هذا اليوم وهي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد الأيام العاصفة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطوه في مسائل تتعلق بالسفر أو الاتصالات من الآن وحتى ساعات الصباح وبعضكم ممكن يكون عنده امتحان أو مقابلة وبالظل هاي فترة مناسبة لإجتياز امتحان أو مقابلة من الآن وحتى ساعات الصباح وبإمكانك تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتدعمك الحضوض وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر أما من ساعات الصباح وما بعد بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك وما تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان بظل في فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات من الآن وحتى ساعات الصباح امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تتموا بتوظيف أموالكم ولكن برضو بتكونوا عاقلين بصرف الأموال أما من ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وهي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع لإسماء صوتك وممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة ادعم من مكانتكم الاجتماعية انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة وواقعية في حل بعض الأمور من الآن وحتى ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم لا تغامروا بأموالكم هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة انت بحاج اليوم لكل التعاطف والتضامن بعضكم ممكن يحصل على بعض المكاسب المالية أو دعم مالي ولكن برضو في ضغط مالي بدك تنتبه برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم من الآن وحتى ساعات الصباح لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب حاول قدر الإمكان ما تتخذ قرارات حاسمة ما تحسم أمر فترة سلبية مخيبة للأمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها أما من ساعات الصباح وما بعد بتستعيد ونشاطكم وحيويتكم تستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة تملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق وبرضو اليوم ممكن يجي خبر سار برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بوسعكم تعزيز صداقاتكم من الآن وحتى ساعات الصباح ولكن حاول أنك تنجز واتمم أعمالك المهمة والضرورية قبل ساعات الصباح منكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعد الصديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة تتسع الآفاق وممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة أما من ساعات الصباح بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم خلال اليومين القادمين لأن القمر موجود في بيت المتاعب فبتكن تتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة فبتكن تحاذر الأفكار السودة والمعنويات المنقفضة فممكن تخيب أعمالك أو تتأخر أعمالك برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا من الآن وحتى ساعة الصباح بتظلها فترة جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ولكن بدك تهدي من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك أما من ساعات الصباح وما بعد بتلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا واحدين فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر الاتصالات والموعيد برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيد من الآن وحتى ساعة الصباح وبتشعروا بقوة العاطف وتجاوب أحباكم معكم بعضكم ممكن يكون عنده رحلة أو يروج لعمل أو يحصل على معلومات ما كان يتوقعها في نجاح في حياتك العاطفية والعائلية أما من ساعات الصباح وما بعد من صب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهمش أنك ما ترتج المواقف والتصاريح حتى ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسئوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد حاول أنك تلتزم بمسئولياتك لأنها هاي فترة واعدة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم بيا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر